سيداتي من السيد سيداتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر محمد من قناة مستر اول زي ما عدناكم ان شاء الله هنجا جرامل للسناوية العامة في اقل من ساعتين طبعا هتلاقينا بتكلم بسرعة بس طبعا لان دلوقت مش مستحمل اكتر من كده هنركز عم كل حاجة بس بسرعة فلو في حاجة فتتك ممكن تهدي الفيديو تاني او ممكن تبعطي الاشتراك وانا وضحها لك اكتر تنساش تعمل الاشتراك وسبسكرا لقناة عشان يوصلك جزء تاني وثالث ولو فاتك اي حاجة في القصة هتلاقيه في القناة او بعث لما انا بعث لك اللينك لو فاتك اي حاجة في البراجراف ترجمه ان شاء الله يلابك كل اي حاجة في الاسبوع ده يلا بنا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ اكنا مع بعض في unit one grammar او الحاجة الماضي البسيط the past simple tense هو التصريف الثاني للفعل الفرب المضافي لها d او e d او i e d الاستخدام يما يستخدم ليشير الاحداث بدأت وانتهت في الماضي غالبا بالجملة زمن او تاريخ ماضي زي مثلا she visit London in 2010 او 2010 ده تاريخ في الماضي وطالما تاريخ في الماضي يبقى ماضي باسيتي بقى visited ما قلناش has visited ولا had visited ولا هاف ولا اي حاج number two يستخدم الماضي بسيط مع احداث متعاقبة في الماضي حدث يليه حدث اخر يعني اي حدث يليه حدث اخر يعني when he had an idea he wrote a short story ده هو اتحدث لو كان عنده فكرة وبعدين كتب قصر حدثين بياله بعض في الماضي واحدث متعاقبة على طول ما فيش بينهم فترة زمنية لاحظ استخدام used two مع عادات كانت تحدث في الماضي used two يعني اعتدد ان اعتدد ان ده عادة كانت تحدث في الماضي وتوقفت اللي بعده tense markers يعني tense markers يعني محدثات الزمن مثلا in all them times or in ancient times يعني في الوصولة القديمة or once upon a time يعني كان يامكان وفي عرف سمعات تحدثين ده تاريخ يبقى في الماضي بقى ناخد ماضي بسيط the other day او الامس او اليوم اللي فات once يعني مرة من المرات او ذات مرة ago month how long ago منذ متى yesterday ams last الماضي just now حين اذا formally سابقا in the past في الماضي from kaza to kaza من الى kaza ده كلام ده كله ببقى نتكلم على الماضي اخد مثال i know at new york two years ago ago منذ ومنذ عامين منذ عام انت من دارع ولا ماضي 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 بسيط يبقى visited من انتحش نقول has visited البعده last month شهر الماضي برضو كلام ده على الماضي ماضي يبقى تصريفي التاني للفعل يبقى about يعني اشترى ملاحظات هامة important marks يستخدم بيوز تو بلاس الفعل المصدر بيوز تو وهنا بيوز تو ان جي يبقى هنا يوز تو مصدر وهنا يوز تو ان جي تبديل ازاي ده لا هنا الكاميرا is used to take photos يعني الكاميرا is used to تستخدم لي is used to بعدها مصدريبية تستخدم لي طب لو خدنا is used to بعدها ان جي معناها معتاج اعلى الكاميرا is used to take كاميرا is used to for taking يبقى is used to مصدر اما for ing لكن بعدها الفعل في ing ده مش معناها تستخدم معناها اعتادة ان يبقى هند معتادة على الاستماع لجاز موسيقى نمبر ثري يستخدم المودي البسيط مع I lost the last time I first يعقل وكلامات دل على المودي مثال I lost saw بعدها تصريف التاني The last time بعدها تصريف التاني I first بعدها تصريف التاني بعدها تصريف التاني اللي هو Travelled before by the time past simple past perfect تاني past simple يعني التصريف التاني اللي هو الماضي بسيط past perfect يعني الماضي التامي اللي هو الماضي التامي فعل وحد والتصريف التالت فعل والتصريف التاني بس لو لانا by before by before by the time يعني ممكن نضيف هنا كمة by I I before before يعني قبل before بعدها ماضي با sit يبقى التصريف التاني يبقى جملة التانية ماضي التام اللي هو فعل وهده التصريف التالت by had finished before بعدها ماضي با sit by sit طيب لبعدها ممكن before بيجي بعدها الفعل في ال i n جي على طول اول اسم في حالة عدم موجود فاعل في حالة عدم موجود فاعل يبقى before take ولا taking ولا i took ينفع i took طيب ما فيش i أو ما فيش هي أو ما فيش هي ما فيش فاعل يبقى ناخد الفعل في ال i n g يبقى before taking طيب هنا هتلاقي ماضي تام يبقى هنا before بعدها ماضي بسيط اول اسم اول الفعل في ال i n g يبقى جملة تانية ماضي تام prior to plus n بيسوي before prior to the break prior to the break يعني قبل break I had finished my work I had finished my work نفس الكلام prior to بعدها n يعني اسم prior to اسم الفصحة وخلاص احنا خلصنا ماضي بسيط يبقى اللي بعدها ماضي تام يبقى ما تقول prior to كأنك قلت before before بعدها ماضي بسيط يبقى جملة تانية ماضي تعمل ايه في حالة عدم موجود فاصل زمني واضح بينا الاحداث يمكن استخدام ماضي بسيط في الجملة تانية تانية لو الجملة القولة بتبقى ماضي تام الجملة اللي بعدها ماضي بسيط طب افرد ان الجملة تانية ماضي بسيط من غير فاصل زمني واضح بينا استخدام ماضي بسيط مثال they were given help and advice before they made the decision يعني تم اعطائهم نصيحة ومساعدة قبل اتخاذ القرار يبقى على طول الاحد الالحادثين متتاع بعد يبقى بفور يبقى ماضي بسيط وده برضو ماضي بسيط بسيط مابني للمجول اللي هو غزوير والتصريف الثالث اللي بعده نمبر 5 didn't plus muster till and until هذا التصريف الثالث ننكز مع بعض كده till and until بعدها ماضي تان till unt te 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 ماضي تان بس ده ماضي بسيط الثاني بقى بيبقى من فيه وماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني نافي بتاعه didn't وماضي ت till and until تم تل تاني ماضي بسيط من فيه until until till هاي بقى دي ماضي تان ماضي تان ماضي تان اللي هو فعل هذا التصريف الثالث يبقى تاني ماضي بسيط من فيه اقول لك returned اللي بعده it wasn't until it was only when نفس الكلام until it was only when it wasn't until it was only when it wasn't until till until it was only when it wasn't until ماضي تان ماضي تان بس الحكاية بقى ان it wasn't until و it was only when بتاخد رابط في النص كده اسمه that معاش than ناخد ذات طب هنا ماضي تان هنا ذات يبقى تاني ماضي بسيط على طول كرة يا جماعة تلاقي ماضي تان يبقى الجملة التانية ماضي بسيط سواء في الاول او بعد او بعدها يبقى المثال there it wasn't until يبقى ماضي بسيطة لا ماضي تان until يبقى ماضي تان يبقى i had هاد اللي هو هاد والتصريف التالت من الفعل هاد هو هاد i had my breakfast يعني انا تناولت الافطار that بعدها ايه؟ ماضي بسيط يبقى i took ولا i had taken لا تمام هنتقل للنقطة اللي بعدها subject plus had no sooner or scarcely or hardly people than when when possible ثاني ديت عبر الدعم معناها لم يأكد حتى اللي هو فاعل had no sooner than فاعل had no sooner تصرف ثالث than لكن لو لأنا scarcely or hardly يبقى تصرف ثالث when scarcely or hardly when scarcely or hardly when scarcely or hardly when ويبقى بعدها ماضي بقى صيد احنا قلنا الفاعل وهذا احنا عارفين ان اسمها هادو تصريف الثالث هادو تصريف الثالث لكن ممكن نحط بينهم no sooner or hardly with scarcely طب احنا ممكن نعمل حركة ثانية ممكن نعمل ايه ممكن 1 2 3 نخلها 3 2 1 1 2 3 نخلها 3 2 1 يعني هاد هتفضل زي ما هي رقم 2 بس بدل فاعل no sooner نخلها no sooner فاعل scarcely خلها scarcely فاعل وبدل فاعل hardly خلها hardly وفاعل فاعل had no sooner or no sooner had فاعل وفاعل hardly وفاعل hardly بعدها الفاعل وبعدها تصريف الثاني او تألف لا تصريف الثاني طب ترامة hard اللي يبقى ناخد هنا when ولا than ناخد when تمام اللي بعدها on وشورة after بيجي بعدهم اسمه 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 مدارع تم يبقى حاجة تمت في الموضوع وتأثر على المدارع تمت في الموضوع وتأثر على المدارع التكوين فاعل have has والتصريف الثالث have بتيجي مع I, we, they, you لكن has مع he وشي و it أو اسمه ولد أو اسم بنت كلمة تدلة بسرعة كده already بالفعل صفار حتى الان up till now حتى الان yet حتى الان recent الحديثة never just for since من قبل يستخدم الاحداث تمت في الموضوع هو اسمه مدارع تم يبقى تمت في الموضوع والتي تأثر على الحاضر مثال يقول لك أحمد not his like أحمد عمل if so he can't play football هو لا يستطيع أن يلعب كرة القدم يبقى هو أزه رجله أو جرح رجله جرح رجله في الماضي ولكن هنستخدمه مدارع تم لا هنستخدمه مدارع تم لأن يؤثر عليه دلوقتي يبقى مدارع تم يبقى فعل have has has number two يستخدم من حدث بدأ في الماضي ولا زيل مستمرا في الوقت الحاضر مع sense of four يبقى حاجة تمت أو بدأت في الماضي ولكن لسه مازالت مستمرة مثال مونة بتدرس انجليزي لمدة عشر سنين هي عشر سنين هي بدأت في الماضي الدراسة بدأت ولكن لذلك مازالت مستمرة يبقى استدد لو يستدد هي خلاص ما عادش بتدرس دلوقتي لكن هذه استدد عشان هي لسه مازالت مستمرة بابال عشر سنين ولذلك لسه مستمرة ثلاثة يستخدم الأحدث تمت في الماضي غير محددة الزمن يعني حاجة في الماضي بس مش مكتوب أمتى بالضبط مع ever و never مثال I have never eaten Chinese food أنا عمري مكلت Chinese food قبل كده يعني في الماضي عمري مكلت في الماضي بس أمتى في الماضي مقال لك شيء بس عام في عشر أو أي حاجة يبقى فعل have أو هذا التصريف الثالث يبقى I have eaten بس ستنفيها تبقى I have never I have never eaten يعني عمري لم أأكل Chinese food طعام الصين number 4 يستخدم أحداث حالية مع just مثال Layla isn't here Layla لا قصت هنا يبقى هي خرجت يبقى has gone out بس هتحط just معناها حالا يبقى خرجت حالا هي خرجت أو ما خرجتش خرجت لكن انا ما عندنا just طالما just يبقى فعل have وهذا التصريف الثالث يستخدم أحداث لم تتم حتى حتى الوقت الحالي لجمل من فيها معا yet النفئ يبقى ياخد not not معا yet not معا yet يبقى تلاحظ هنا كده haven't طالما فينا yet يبقى لازم هنا haven't يبقى haven't yet I haven't received a reply to my email yet أنا لم أستقبل رد على الإيميل حتى الآن لاحظ have has been to and yet have has gone to gun يعني يذهب go winter gun يبقى قد ذهب ذهب يبقى هو لسه هناك ما زال هناك still there يعني ما زال هناك لكن have has been to been يعني يكون يبقى هو قد كان هناك يعني معنى أنه كان هناك يعني معنى أنه وراح ولا جاي يبقى went and returned تمام يبقى عمر has been or has gone to the club now he is a tomb دلوقتي هو في المنزل يبقى هو أعلق بالنادي راح ولا ما راحش راح ورجاء راح ورجاء يبقى has been and is still there هو مازال هناك هو لسه هناك وطالما لسه هناك يبقى ذهب ولم يعد يبقى has gone 7 شيء حدث في وقت غير محدد في الماضي شيء حدث في وقت غير محدد في الماضي أنا مش عالف أنت في الماضي لا يوجد بالجملة إشارة على الزمن أي نقطة story أنا قرأت قصة أنا قلت لك story day أو 2010 أو أي حاجة لا ما قلت لك شيء حاجة في الماضي بالضبط يبقى ما تستخدمش ماضي بإنشتخدم مضارع تامي بقى تقبل بقى مكتوب بيسر دي مثلا يبقى visited مش have visited يستخدم المضارع تام للتأكيد على عدد مرات تكرار الحدث إذا ذكر عدد المرات هنستخدم مضارع تام I have typed ليه قلنا I have typed ما قلناش typed عشان بقولك 4 reports أربع تقارير أربع يبقى أنك ذكرت العدد وطالما ذكرت عدد مرات تكرار الحدث يبقى مضارع تام يبقى have تصريف تالتايت How many pages of this knob كم عدد يبقى Have you read until now يعني حتى الآن عشان برضو كامل عدد تسعة بقولك بعد تعبيرات الزمن مثله second ثاني minute دقيقة دقيقة ومومنت لحظة يبقى I will contact you The minute I have got my exam results سأتصل بك في اللحظة أو في الدقيقة اللي أنا أحصل فيها على نتائج الامتحاد يبقى هنا ما عندنا The minute The minute The moment The second عشرة يستخدم المضارع التام أو المضارع البسيط بعد الرابط الزمنية الآت أو المضارع تم أو المضارع بسيط سأعرف أن المضارع البسيط لأنه يصل في الأول وين نستخدم المضارع التام بعد الرابط الزمنية تانية ويكون الجزء الثاني مستقبل لازم الجزء الثاني مستقبلي ن impulse التام مع حاجات زي افتر قبلة و بفور بعدة وين و السنة و تل و انتل و وانس و باي ذا تاين مثال افتر عالي نقط سكول هي ويل بي ادا عندك افتر ده الشوك الاول عندك ويل بي سباندنج ده التالة افتر وويل يبقى احنا عايزين هنا اما مضارع تام اما مضارع بسيط مضارع تام ليفز اما مضارع بسيط ليفز ومضارع تام هاز ليفت تمام اه ادا افتر اللي هيها لكن برضو بفور نفس الكلام هنستر نفس الكلام لو فينا برضو مستقبل حاجة زي ويل افتر شي نقط the homework she will do well و عندك افتر يبقى هنا اما مضارع بسيط does the am مضارع تام هاز done تمام يا جماعة 11 تستخدف الاسبات والاستفهام عن شيء تم قبل موعده اللي هو already يعني بالفعل وفي عندها شوية rada has already furnished her new flat انا عندك هنا already وطالما already يبقى بالفعل يبقى في دهشة ان هو خلص شقته تمام يبقى عندك already يبقى عندك هاز وتصريف التالت وهذا علي already told already يبقى نفس الكلام يبقى مضارع تام بس هنا سؤال يبقى هاز قبل علي هنقدى بس هاز على علي يبقى هاز وتصريف التالت عندك بقى since وبداية الزمن وfor وداية فترة زمنية since بداية الزمن for بعدها فترة زمنية والحاجة الدمومة وبتيجي من الموحدة في الامتحانة عادة since 2019 منذ عام since then since then since 3 o'clock that night winter sunset April last week his birth dinner childhood that time the beginning of his death the age of مثال I have lived in caro since 2007 عندك since بعدها 2007 عندك since 2007 يبقى السنس ده مضارع تم يبقى عند الله هاز والتصريف التالت have lived طب هيجي لك في الانتهاء لك I have lived in caro for 2007 لمدة 2007 ولا since 2007 منذ يبقى منذ 2007 واحد كذا كان ممكن بنقول بعد 2007 وكن نقول since I was child يبقى السنس بك بعدها سنة أمور بسيط since بعدها سنة أمور بسيط أول بداية تابس 4 بعدها فترة زمنية يعني طول المدة طول المدة طول المدة مثلا ثلاث سنوات نقول ثلاث سنوات طول المدة for an hour for a long time متطولة for ages لأجلن أو لعصور forever لأبد the last week short time several years over a year more than مثال he has studied medicine not at five years since five years ولا four since ولا four بيبقى four five years ليه عشان five years دي فترة زمنية مش بداية زمن طلبة فترة زمنية يبقى ناخد four two years a month يعني في الشهر a week في الأسبوع five hours فترة زمنية زائد ago يبقى تستخدم ago مع المواد البسيط ويسبك الفترة الزمنية تستخدم ago مع المواد البسيط say a week a month hourly a week ago يبقى دية الفترة الزمنية اللي كانت قبل ago على هناك موادب كان مواد بسيت حدث تما فيه وقت محدد في المواد وهذا هو التناكد بينه وبين هذا الزمن المواد البسيط حدث تم فيه وقت محدد في المواد وهذا هو التناكد بينه وبين هذا الزمن ца الأول مضارعة يبقى عندما عندك وقت محدد في الماضي يبقى مادة بسيط طب لو ما فيش يبقى انا اقول مدرعة تام هاب او هاس والتصريف التالت نلاحظ كده الملاحظة الحلوة دي ودي هاز وركت ذير فورتين يرز الفرق يبني اللي كنين انه هو هنا عمله وحاجة جزء من الماضي يعني ما عادش بيشتغل يبقى هو انا اشتغل هناك لمدة عشر سنوات معناه هو لم يعود يعمل ونا لكن هنا هاز وركت ذير فورتين يرز معناه انه وعمل هناك لمدة عشر سنوات بس المازل لا يعمل هناك لاحظ التحولات الاتية never بتتحول لever للتعبير عن حدث يتم الاول مرة مثال I have never met such a tall man انا عمري بقابلت مثل لهذا الرجل الطويل طب هنا he has the tallest man I have ever met he is the tallest man I have ever met يبقى هنا في التفضيل هنا the tallest يبقى بناخد ever في التفضيل بناخد ever هنا since since اولنا بيجي بعدها بداية الحدث وفور بيجي بعدها مدة كاملة I have worked here since 2007 يعني انا باشتغل هنا منذ عام 2009 هنا I have worked here for 10 years 2009 انا كان الكتاب بكتب 2019 يبقى في فرق عشر سنوات يبقى طالما عشر سنوات 10 years يبقى ناخد for لكن لو انت عايز تقول البداية تاخد sense بعرفين هاته بعدها still ما زاله وبيجي بعدها مداره مستمر with مداره تم امن في مثال I have still doing his homework يعني 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 I have still doing his homework فاصل زمني when I got into the classroom I saw ما فيش هنا فاصل زمني I saw the teacher inside لما اول ما دخلت الفاصل وجدت او رأيت المدرس بالداخل لبعدها مداره تم ما فيها for has not بعدين تصريف الثالث since madba seat since madba seat I lost caught fish when I was in her garden I since I have been to caught fish since I was in her garden يبقى since بعدها مادبسيط وقبلها مداره تم طيب لو عندنا وين يبقى مادبسيط وده مادبسيط تمام تانية يا جماعة since قبلها مداره تم بعدها مادبسيط لكن لو وين بده sense يبقى مادبسيط وده مادبسيط مادبسيط نقط مادبسيط يبقى since واضحة هيا بعدها هابه هاز ونط والتصريف الثالث وفور ومدة زمنية it's مدة زمنية since last ماضي بسيط ثاني ايهافت مت علي فورا ويك يعني انا لم اقابل علي مدة اسبوع يبقى اديات مضارعة تامة هنا اتس اويك سنس اي لاست مت علي اتس اويك اللي هو مدة زمنية وبعدان سنس وبعدان لست اخر حاجة جاست جاست ناو امومنت اجو يعني حالا او منذ لحظة ايهاف جاست فنشد كوكينج يعني انا لسه مخلص الطبخة منها ايه فنشد كوكينج او او فنشد كوكينج ناو يبقى ماضي با سيت جاست ناو جاست ناو لكن جاست بس جاست ناو لكن جاست بس يبقى مضارعة تامة كده نكون خلصنا يونت 2 يلا بينا نبدأ يونت 3 بسم الله يلا بينا نبدأ يونت 3 الي هو المستقبل اول حاجة المستقبل البسيط اللي هو الزائد المصدر لو حقيقة مستقبلية صادقة لا يمكن التحكم فيها مثلا للمدرسة دي هتبقى عمره خمسين سنة العام القادم ده حقيقة يبقى well يبقى well بي فتي ما فاش نقول is going to number two predictions التنبؤات مثال I think it not hot today اعتقد ان الجو هيبقى ساخن او حر النهاردة ده بدون دليل طبعا بدون دليل يبقى well قرار سريع the phone is ringing the phone birrin أنا هرد يبقى ده قرار سريع يبقى I will ما يفعش نقول I am going to answer اللي بعدها العرض I will see who it is at the door أنا هشوف مين عالباب أنا كده بعرض للناس اللي عادين جنبي اللي أنا هشوف مين عالباب يبقى ده عرض يبقى well الطلب will you carry the bag for me ممكن تشتلي الشنطة دي ده انتا كده بتطلب طلب يبقى board well ما يبقى ده انتا كده بتطلب طلب بعدها وعد I will visit you next month أنا هزورك الشهر القادم ذاتا كده بتوعده يبقى I will ما تقولش I am going to جمل الشهر اللي هي مثلا F if you play well لو انت لابت بشكل كويس you will win انتا هتفوز يبقى ده قملة شهر بأول ما يفعش تقول you will you are going to win اللي بعدها تهديد I will fire you if you don't concentrate on your work يعني أنا هفصلك مني شغل لو انت مركزتش في شغلك بقى كده بتهديده يبقى I will التحذير بك for it will hurt yourself أي يعني احذر كده وخلي بالك وإلا هتؤذي نفسك بأنك بحذرك يبقى ده المستبل البسيط بول اللي بعده تأتي well زي المصدر أو want زي المصدر أيضا بعض التعبيرات معينة تدل على إبداء الرأي التنبؤ التوقعات الشكوك المخاوف من المستقبل وللتحذير I think أنا أعتقد I believe أعتقد I hope أعمل I expect أتوقع أي مفرد أنا خايف أو أخشع وأي مشور أنا متأكد لك بعدها will I want plus المصدر I promise I protect I suppose مثلا I'm sure you will because all you will ومع ظروف معينة مثلة probably possibly certainly perhaps ربما ومن المحتمل أو من الممكن لاحظ اللي قتي Be careful look at watch out or will Be careful أحذر و look at و انظر إلى watch out تخلي بالك or وإلا حاجة will أنا be careful look out watch out am is are going to ركز معايا Be careful اللي يدي look out ديت look look out ديت watch out watch out هنا or or ركز or لكن ديت لدينا مفيش or يبقى I am is are going to هنا بقى ناخد am is are going to going to تستخدم بتعبير عن خطة مسبقة وكررت مخطط له خطة وكرار مخطط له خطة وكرار مخطط له مثال I intend to I intend to I am an my intention is to I have an intention to I have an intention to I have an intention to I am going to I tend to spend the holiday in alex يقولك في الإختيارات I will go to or I am going to I am going to I will spend or I am going to I am going to اللي بعدها I have decided to يعني قررت يبقى تخطيطني قرار وإحذر وتنبؤ بدليله وبعم is are going to I have decided to أنا قد قررت and I have made a decision to أنا عندي القرار and my decision is to قراري هو نفس الكلام يبقى I am going to It's dark and cloudy It's dark and cloudy يعني الجو مظلمة مغيم يبقى التنبؤ بدليله وبعم is are going to يبقى it is going to rain الجوه هيشتي نكمل المدارع المستمر The Pressing Continued Tense للإشارة لترتبات مستقبلية وبخطة شخصية مكتملة 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 محددة الزمن يمكن أن نتحكو فيها وتغييرها We are meeting at 9 o'clock on Monday morning يعني إحنا هنتقابل ساعة 9 يوم اللي 2 في الصباح دوة ترتب مستقبلية لكن خطة مكتملة مكتملة ومحددة الزمن يبقى S-R-I-N-G لو كل شيء arranged already أو أو K كل شيء arranged already أو أو K بقى مظهر I-N-G مثال I have arranged أو arranged أو أو K بقى مظهر I-N-G I am having ما تقول I am going to have ترتيب القيام بحدث في المستقبل ويكون بالجملة ما يدل على ترتيب لأحداث مستقبلية أفعل شائعة الاستخدام على المضارع المستمر التعبير على المستقبل وGo وCome وSee وMeet وLeave وHave a party مثلا I have arranged to بيسوي I have made arrangements to تمام تمام دي سهلة جدا arranged ready أو أو K عندك مثلا المعادة هو وكل حاجة تمام يبقى مظهر I-N-G المضارع البسيط تخيل المضارع البسيط ممكن دول على المستقبل إزاي يستخدم للتعبير عن برامج أو جداول زمنية لا يمكن التحكم فيها ولا تغييرها مثلا الإنتاج والإغلاق والعمل والقطارات والقطارات ومواعيد الطائرات ويأتي غالب عن أفعال معينة The bus سيقول لك The bus نوعة At 9 o'clock هنا leaves ولا Is leaving ولا Is going to leave ولا Will leave لا هنقول بالعربي كده هتقول Will leave لكن هنا ده جدول محدد المعاد جدول زمن محدد يبقى 9 o'clock ودوعة البس ومعاد ثابت يبقى leaves أو leave لو كان I-I-with-ay-you البعددان The museum Open أو opens ولا لا الساعة تسمى مدحف معاد ثابت هيبقى مدارع بسيط يبقى فالبسيط أو B-S أو A-S يبقى opens يستخدم مدارع البسيط أو المدارع التام بعد أدوات إذن رابط الزمنية واخدناها في unit 1 نردل على المستقبل يبقى رابط الزمن قدامنا هتاخد مدارع بسيط أو مدارع تام بشرط اللي بعده ولا بشرط اللي بعده ولا يبقى ينفع رابط زمن هنا زي وين هتاخد هنا مدارع بسيط أو مدارع تام زي or has arrived يبقى تكمل بwill she will till us all about the concert ولكن عندما نستخدم وين كأداة استفهم يمكن أن نستخدم معها will when will he be back when will he be back يعني متى هو سوف يعود when will he be back يعني متى هو سوف يعود عندما نستخدم وين كأداة استفهم يمكن نستخدم إيه will يبقى زي مدى شوية وينأخذ المستقبل المستمر اللي هو فاعل will be ing they will be watching a film from seven to nine يعني من الساعة ساعة لساعة تسعة ده مدة معينة في المستقبل مدة معينة ووقت معين استمرار يبقى مستقبل مستمر يبقى will be ing يعني they will watch لأن نأخذ they will be watching عشان وقت محدد في المستقبل ولو كان وقت محدد في الماضي يبقى ماضي مستمر وقت محدد في المستبل يبقى مستقبل مستمر وبال ing التعبارات التي تستخدم من الإشارة للزمن it has been arranged plan decided arranged plan decided يعني إذا ما ترتيبه وخطط له وكرر له this time الحتة المهمة جدا this time this time this year this time tomorrow يعني في مثل هذا الوقت في مثل هذا this time لما تشوفها كده من غير ما تكمل بجملة يبقى lb-ing ده في العادية this time غير ما تكمل بجملة يبقى فاعل lb-ing أي شعر زمنية على استمرار الحدث لفترة طويل between now and next Friday يعني بين الآن و الجمعة القادمة by كذا مدة زمنية مستبلية أو inc كذا بعدها مدة زمنية مستقبلية الاستخدام للتنبؤ بحدث سيكون مستمرا في وقت محدد في المستقبل مثال I can't visit you because أنا لا أستعى الأزر because لأن I will I will be doing my homework this evening أنا أكون بعمل واجبي أو ربما أكون بعمل واجبي أنا بتنبأ بحدث سيكون مستمر بتنبأ لأن أنا أكون دعم في الواجب يعني مستمرة بعمل الواجب بيبقى lb-ing أو موكن بدل الحكومة سوف تحاول الحكومة أو تكون بتحاول أن تقلل أثار تعير المناخ للحديث عن الأشياء التي تم ترتبها أو تغطيط لحدثها وهنا يعمل كالمضارع المستمر ونقاط فورد باي at 7 o'clock الساعة 7 in the evening في المساء يبقى we'll be leaving أو ممكن نقول we are leaving أنا أقول لك يعمل كالمضارع المستمر عشان هذا الحدث تم الترتيب له عندك الساعة الزمن معين لنشير إلى أننا سنكون في منتصف حدث ما في وقت محدد في المستقبل يعني أنت عايز تقول أنت في الساعة دي أنت هتكون في منتصف عملك للحاجة دي the match begins at 7 30 match هيد الساعة 7 ونص يبقى مضارع but 6 لذلك الساعة تم الترتيب من دي ودي I will watch it ولا I will be watching it أنا هكون بشاهده أنا هشاهده ولا هكون بشاهده يعني أنا في منتصف مشاهدتي للماتش بقى البي ING هنأخذ بعض الملاحظات كده بيقول لك استخدم صغة will be ING للسؤال بأدب عن خطط شخص ما في المستقبل القارب will be using your bicycle هل انت هتكون هل انت هتكون بتستخدم البايسكل بتاعتك هذا المساء دي اسأل بواية بعدها بيبقى will be ING no you can't check it لانت لأ يمكنك أن تأخذها أو تست تقول لها بدلا مني ملاحظاتها مع أحداث مستقبلية واتجات محتملة لكن ليست معكدة استخدم بإنG لكن ليست معكدة حقا بس مش متأكد يبقى احتمال يبقى ما ولكن اللحظة يعني كثير من الناس ربما يكونوا بيوشوا في الكاهرة في الخمسين سنة القادمة تبت لابقى حدث قصير في وقت محدد حدث قصير في وقت محدد سنساعد الناس اللي عندهم ديابيتس ربنا يعافينا اللي بعدها حدث أطول على مدار فترة من الزمن حدث أطول هنا أثنين وثلاثين بس هنا بين عام 2020 لألفين وثلاثين عشر سنوات سنساعد سنساعد الناس اللي عندهم ديابيتس ربنا يعافينا يا رب آخر زمن في أثبات المستبع اللي عندنا هو المستبع التام future perfect tense التكوين بتاعه ولهاف والتصريف التالت بالمبن المجهول ولهاف بن وتصريف التالت للتنبؤ بشيء سوف ينتهي قبل مواد محدد في المستقبل هو بسمه مستقبل تام يعني حاجة هتكون تمت في المستقبل في وقت محدد حاجة هتكون تمت في المستقبل في وقت محدد مثلا بس بتبت الواحد تعال نلعب كرة فتول لها تعال يعني هتكون بنت البعدها بايت تايم هتكون بنت بس باية هنا مايكون عن دوربين سنة لما يجي العام ده هيكون حصل على شهادة دي في الانجينير في العندسة البعدها يستخدم المستقبل التام مع التعبيرات الزمنية التالية بفور وباية باية باية ناو باية تايم تل وانتل طبعا طبعا تصنمنها فازمنا قبل كده عادي مفيش اي مشكلة ممكن مم تعرف الزمن التاني اللي موجود عشان تعرف تحدد الزمن الاولين شهي نقط عندك انا قلنا تل بعدها مات تام اللي قبلها مات باقص طب هنا بعدها زمن ساعة خمسة يبقى قبلها التصريف التالت التصريف التالت اللي هي أصلا أصلا وال التصريف التالت وطبعا قبلها بما فعول شهي هاف finished هتكون الآن التقرير بايت المرور بحلوله وغضي هتكون الآن التقرير يبقى التقرير هاف انتهاء بايت مرور ولكن استخدام الماضي التام هاته التصريف التالت عند وجود بايت وفترة زمنية ماضية بايت وفترة زمنية ماضية بحلول العام سيناء اتبان اكيبايد تم احتلالها بايت عن طريق العدو عن طريق اللي عاد جو هنا باي احنا اقول لها بكده بايت بايت ماضي بسيط اللي بعدها ماضي تم بايت بايت ماضي تم بايت 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 تم كده نكون من الواحدة الثالثة يلا نبدأ الواحدة ربعة ان شاء الله بسم الله نبدأ مع بعض ضمائر الوصل هو يعني الذي هو ذات نفس الكلام هو بيسوي ذات ولكن هنا عند اذا ومن الامرأة التي كتبت ينفع ذات لكن هنا ما ينفع ذات عشان نبلها كما ما تلاقي في كما تحت هنا ما ينفع تاخد ذات بدل هو تاخد هو بس ولو قال غير عاقل ه تاخد نفس الكلام تحلم حال لفاعل او مفاول غير عاقل ذات ذا بوك ذلك هو الكتاب ويتش اذا بالسلر الو افضل مبيعا ينفع ويتش عشان عايد على بوك وينفع ذات هنا ينفع وذات لا ما ينفع لأ ويتش بس ما ينفع ذات يبقى ذات ممنوع قبل كما ممنوع ممنوع نحط ذات احيانا تحتاج ان نستخدم حرف جر قبل ضمائر الوسط لكن لا تستخدم مطلقا قبل هو ذات ينفع ويتش ينفع ويتش يبقى إن ويتش لكن إن هو لا إن ذات لا نستخدم ذات فقط وليس هو مع تعبارات القتي لا استخدم ذات فقط وليس هو مع تعبارات القتي لأ التعبار لا ينفع نستخدم غير ذات يعني ينفع نقول all that the only thing that the last some any none nothing few much or little every ينفع ذات ما نفع لأكل لأول which I heard all ذات ولا which لا all ذات نقبل حذف ذات مع أسلوب التفضيل it was واسم الشخص ذات أو وبر وباقي القملة مثال it was the way ذات أو who discovered the film second الذي اكتشف الفيم second طيب who تحلم محل مفعول عاقل بس نحط m يبقى who or whom تحلم مفعول مفعول tom was the only american كان امريكا الوحيد I saw him the conference that رأيته في conference tom was the only american who or whom that I saw the conference الذي رأيته في conference كيف هنا ياخد هم عادي جدا اللي بعدها النون who is daughter اللي ابنة ولا اللي ابنتها اللي ابنتها اللي ابنتها اللي ابنتها يبقى ملكها وملكها يبقى who or who whose who يبقى who اسم مملوك مالك who اسم مملوك اسم مملوك مالك who is daughter who عندما نتحدث عن شيء يخص شخص او حيوان او I was taking care of a cat whose hair I was taking care of انا كنت اعتنى بcat بcutta whose hair القطة اللي شعره ولا اللي شعرها اللي شعرها يعني اللي من القهي يبقى who's who's hair الصفت اللي شعرها ناعم نكمل where street room place where هنا معناها حيث ومش اينا where في الاول اينا لكن في النص معناها حيث ايجي بعدها اي حاجة مكان زي الشارع والغرفة هذا هو المكان تحل محل مكان لا تستخدم مع حرف جر this place هذا هو المكان which ولا where where لاحط where عشان place مكان طيب that's the stadium ينفع where بس ينفع معنا ينفع بدلها at which يعني اللي فيه او حيث we saw the cup final النهائي الكاس بعدها وين نفس الكلام بس هتكلم على الزمان month شهر year day what time friday is the day when or where day 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 when when friday is the day is the day ينفع when طبعا ينفع when بس ينفع which but which day هايخد حرف جر in or on day الايام 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 تاخد on which وممكن بتسوي during قد استخدام حرف الجر مع which ينبغى أن يناسب حرف الجر زمن المذكور هنا عندك why لسبب for which why بسوي for which بدل ما تقول for which ممكن تقول why يبقى i can't understand انا الاستطيع ان ارهم the reason for which you don't learn to come ممكن تقول why او for which يعني سبب اللي من اجله what بسوي the thing that او the thing that what يعني ما بسوي the thing that يعني شيء اللي او the thing that الاشياء اللي يسبق فعل وليس باسم would better decide that we need to buy ولا what we need to buy اللي نحن نحتاج ولا ما نحن ما نحن نحتاج انه شريب ماينا معناها what حذف ضمائر الوصل ممكن نهزف ضمائر الوصل لو تشوف ذاته الكلام ده ممكن نهزف ويهزف ضمائر الوصل اذا حل محل مفعول به مباشر that the man i told you about that the man i told you about هذا هو رجل اللي انا كلمتك عنه الرجل اللي انا العل اذا حذف ضمائر الوصل عادي ممكن that حذفنا عادي او هو يحذف ضمير الوصل اذا تبعه بصغة المبنى للمجهول ونستخدم تصريف التالث يحذف ضمير الوصل و يحلم حلوة نجيه في صغة المبنى للمعلوم يبقى تاني يحذف ضمير الوصل اذا تبعه بصغة المبنى للمجهول ونستخدم التصريف الثالث the computer delivered ممكن نقول which was delivered في الكمبيوتر which was delivered التلفية من which was اتحذفت لها عشان دوت مبنى المجول وهنا نضع مكان which was delivered delivered بس يبقى الكمبيوتر اللي تم توصوله السرده is made in japan صنع في اليابان مكتوبة طب الربط هنا بتصريف الثالث بعد حصف ضمير الوصل لكن في حادة المجول لا في المستمر نستخدم في الاختصار طبعا being وتصريف التالي the boys chosen for the team اختاروا او تم اختيارهم التي تم اختيارهم يبقى being chosen ده في المستمر for the team are under 15 تحت السماء 15 سنة the boys who are being chosen the boys who are being chosen هنهزف هو are هنهزف ايه هنهزف هو و are طيب يهضف ضمير الوصل و يحلو محله اي نجيف لصغط المبنى لله the boy الولد sitting next to me الجالس بجواري who sits who is sitting asks a lot of questions يسأل اسئلة كتير حتة حلوة كده لاحظ استخدام الروابط التالية whatever مهما it doesn't matter what i'm sure i will enjoy whatever you cook انا متأكد انا استمتع بأي انت تطبخه او مهما كان لانت تطبخه انا استمتع بي whatever you cook whoever whatever whatever whoever wins يعني شخص اللي ايا كان شخص مين the wins will go on to play in the final whichever whichever يعني ايهم whichever يعني persons الاشخاص or things الاشياء that are unknown اشياء اللي غير معروفة whichever you broke يعني ايا كان اللي انت خسرته the win will have to pay for it انت اقتطر تدفع من اجل ايا كان اللي انت خسرته whichever لاحظ استخدام what كاس موصول اللي هو الشيء اللذي I didn't know what I should do next معنى اي وات هنا قلنا the think that or the think which طب what made me angry معناها ما جعلاني غاضبا او شيء اللي جعلاني غاضبا يعني انا وات ما كنا حشب the think which made me angry is that or an she ignored me deliberately انها تجلتلي deliberately عن عمد او عن قصد ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة